استطعت الهند في أقل من ثلاثة عقود أن تحجز موقعها بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم لتصبح الفيلة الأسيوي الذي بدأ بالرقض. هكذا وصفها صندوق النقد. فالهند التي يسكنها 18% من سكان العالم تمكنت من تحقيق قفزات متسارعة في النمو منذ أن تبنت برامج الإصلاح الاقتصادي مطلع تسعينيات القرن الماضي. حيث تضعف اقتصاد البلاد عشر مرات من 266 مليار دولار في عام 1991 إلى تريليونين وستمائة مليار دولار العام الماضي لتزيح بذلك فرنسا من المركز السادس كأكبر اقتصاد في العالم. ومع مساهمة الهند بنحو 15% بوتيرة نمو الاقتصاد العالمي فإن بعض التقديرات تشير إلى أن الهند ستصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2050 وذلك بعد الصين وقبل الولايات المتحدة. فالاقتصاد الهندي يعتمد على الاستهلاك الذي يساهم بنحو 60% من الناتج المحلي ومع نمو دخل الطبقة المتوسطة فإنه يتوقع أن يتضعف الاستهلاك ثلاث مرات ليصل إلى أربعة تريليونات دولار لتحتل الهند المركز الثالثة كأكبر اقتصاد مستهلك في العالم بحلول 2025. نجاح الهند في تحقيق خطط مستدامة للنمو وتبني مشروعات بنية تحتية واجتماعية ساهم في جعلها ثالث أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية في آسيا والتي بلغت 40 مليار دولار العام الماضي لتدعم بذلك أحد ركائز الاقتصاد مع استحواذ الاستثمارات على 29% من الناتج المحلي. قوة الهند الاقتصادية تمتد أيضا إلى الفضاء الإلكتروني فمع وجود نحو 462 مليون مستخدم للإنترنت يضعها في المركز الثاني بعد الصين من حيث عدد مستخدمي الإنترنت في العالم لتصبح قاعدة لـ 75% من الموهوبين في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.